وقلت يا كويت الدم والروح والنفس وكل شيء يصنع في القويت يقتابل ما يختلف أثنين على الاكتساح الكبير لمسرحية صنعة في الكويت تأليف أداء إخراج مسرحي بخصر إهي فرجة بصرية ولا أرواع ومن دون مبالغة إهي أكبر تجمع فني لعدد من النجوم شنو هالخلطة السحرية بهذه المسرحية وبعد شنو ما صار بهالكواليس دار وما دار هذا اللي بنعرفه من ضيفنا بالستيديو مؤلف المسرحية جاسم الجلاهمة أعودة من جديد لمشاهديننا اليوم إذا بغي نتكلم عن المسرحيات في الكويت الأمانة الأمانة متميزين من كنس سنوات عديدة نحن في الكويت هنا عندنا يعني خنقول فلسفة والأداء المسرحي متطور بشكل كبير سنة عن سنة قاعد نشوف شيء غير على خشبة المسرح الشباب قاعد يبدعون للأمانة وقاعد نشوف الترندات في بعض المسرحيات بشكل كبير وتوصل إلى الخليج والوطن العربي يمكن خلال أيام خاصة لما تكون فيه أغنية مثلا مميزة ذات كلمات وطابع مختلف هذا التطور والتقدم اللي قاعد يصير أنه ما نوقف على مستوى واحد أو على فكرة واحدة أو على نمط مسرحي واحد هذا اللي قاعد يشجع الناس والجمهور اللي نشوفه قاعد يفول كل الحفلات في مسرحيات الكويت نتكلم عن صنع في الكويت معنا الكاتب والمؤلف جاسم الجلاهمة كل شكر على وجودك اليوم معنا أول شيء نبارك لك الأمانة في هذا العمل الجميل أنت وزملائك في العمل ودنا اليوم أنا ونورة نفتح بعض الأمور نقلنا تحت الهوى أن اليوم فيه سباق كبير بمسرح الطفل بعيد للفطر هالسنة يعني كل سنة فيه سباقات وكل سنة فيه تنجيم في مسرحية أو مسرحتين بسنعة في الكويت يعني مو شهادة بروح اليوم بشهادة كل الأطفال والأولياء الأمور والشارع وكورة سحر الشرق كلهم تغنوا بالغنية فإذا غنيتكم ناجحة 100% والحضور تبارك الرحمن العرض مكتمل مو قادرين يحجزون الناس الليل حين فمشاء الله هذا أندل يدل على حسن اختيار الغنية وحسن اختيار الممثلين والكاتب والأداء وتعاون يعني مثلث كامل متكامل لنجاح هذا العمل فألف مبروك الله يبارك فيك نبارك لكم هذا النجاح طبعا هذا أكيد ناتج تحضير ترى يحنا يمكن صنع في الكويت كانت مشروع لفبراير مو هذا اللي قبله وقعدنا شوي شوي انتوبك الموضوع أنا أخوي المخرج شاملان نصار هو شريكي في شركة توقذر قعدنا نتباحث شون نقدم العمل هذا في أحلى صورة كونه يحمل اسم الكويت يعني اليوم عمل يحمل اسم الكويت هذه بروحة مسؤولية كبيرة خاصة نحن كشباب يعني يمكن خذتنا الوطنية بزيادة كنا نبي نيطلع العمل هذا بهذا الكم من النجوم بهذه الصورة بهذا النجاح اللهم لك الحمد يعني اليوم ما شاء الله الاغنية يمكن واصلة دول الخليج وابعد صحيح يمكن مواقع التواصل الاجتماعي تساهمت في نشر الاغنية زيادة جاسم قام يحطونها بلو عروس قام يحطونها في كل مكان في كل مكان أنا تيك توك يوميا يعني بين البيديو وبيديو يطلع لي تراحل يعني هي صارت أغنية وطنية يعني فعلا يعني ممكن هذه الشناليا في العادة الوطنية تكون يعني ترند الأمانة استخدموها في انتخابات السنة هذه حبات استخدموها صحيح لو كنا ملحقين على فبرايل يعني عبد بالضبط كانت توقع يعني لا الأمانة الفنان عبد السلام محمد الأمانة توفق بكتابة الكلمات والألحان حين اليوم كلمة إسرحية تسول لها مقدمة أو دعاية خم بروموشن يعثر وايد على المبيعات طبعا جدا الأعلان اليوم مهم جدا تتعبون عليه الأمانة أكيد نحن نختار يعني ونسمع مرة مرتين وثلاث وأول شيء نسوي الإعلان أهم شيء عندنا الإعلان اليوم الماركتينج هو المهم هو اللي بيبك الجمهور قبل لا يحضر قبل لا يشوف المسرحية طبعا بالإضافة إلى الأسماء أسماء الممثلين أيضا تستخدم أكيد كل شيء الكل اللي كمل الثاني كل العناصر اللي في المسرحية وعبد السلام وحابت أيضا اللي انت رسمتها جاسم يعني وكتابة المسرحية مايت من فراغ يعني إلا وانت مركز وعارف وين رايح وأي خط ماشي وشنو بتقدم اليوم طفل ومراهق وولي أمر قاعدين يحضرون هذه المسرحية فإذا تفقوا هذه الفئات العمرية المختلفة على جمال اللوحات والتقديم والغنية والاستعراض وغيرها من الفقرات التي تقدم على المسرح فهذا أساسا ينصب بالنهاية على منهم الكاتب ترى أكيد أمي بلمية إلى الأمانة نتوفقنا هذه السنة في اختيارات نتوفقنا في تحضيرنا يمكن أنا من عشاق أنا أول ما بلشت أول سنة للي 2012 كانت مصرحياتي وطنية وليل يوم لكن اليوم الموضوع صار في تطور أكثر صار في أن اسم الكويت موجود في العمل يمكن منية البطاريق في 2012 قلت فيها الوطن غالي وكانت كلي وقتها في 2012 كان الكاتب أول يكتب الأغاني والنص كامل صح اليوم صار فيه تطور في المسرح عندنا تعاون فيه تعاون أن اليوم أنت كاتب شاطر في سرد الأحداث شاطر في ترتيب التسلسل سرد الأحداث وصاق المسرحيات هذه أخوي محمد شريدة وهو من الشعر المميزين كان فيه تيمورك حلو في المسرحيات العرض الآن كم رقم العرض نحن أعتقد اليوم أتوقع يعني أربعة وخمسين أو اثنين وخمسين تبارك الرحمن وكلهم كانوا لله الحمد سولد أوت وبطلنا إضافي كان فيه كراسي نحن لاغيهم المنتج نحن لاغيهم وفتحناهم من كثر ما شاء الله لا إله الله الإقبال والجمال هالي اللي ساير عندنا وهذه ترى أول مرة يمكن يصير في مسرح الطفل في الكويت إننا نعرض نحن لليوم فاتحين أعتقد واحد وتسعين أو اثنين وتسعين عرض في ثلاث أسابيع وهذا رقم قياسي ما صار من قبل ما شاء الله في المسرح قبل الهواء كنا نسولف كان تقول ترى هذه مو بس الأطفال حتى الأكبار استمتعون وكذا اش رح لنا المسرحية اليوم أنا حديث قبل لا أسوي أي عمل إن أنا اليوم شنو بقدم حق الطفل مثل ما قالت أختي نورا شنو بقدم حق المراهق شنو بقدم حق الكبير صحيح هذه ليش اليوم أقول لك أنا يمكن الأكبار استمتعون فيها لأنها تمس ذكرياتنا تتكلم عن فترة مهمة في حياتنا حقبعي المسرحية لامسة هي هذا أنا هذه الفترة الآن عشتها التدفيهية وشوبيز أتيج شوية الأشياء القديمة حتى الأغاني لدينا لوحة كاملة فيها أهم أغاني لفترة فترة التسعينات صح والثمانينات والثمانينات أدب أغاني ترند التسعينات حاطين كل شيء كل الأشياء اللي يعني أنت بالعرض تتفاجأ في أشياء وائد ما تطري على بالك أنا أمي كانت حاضر المسرحية وأول ما طلعت في الشاشة التدفيهية طلعت بشكل مثل مثل دخانة أو مثل فقاعة قالت الله التدفيهية والتذكير يمكن أن تودكم أنتم صغار يعني فيها فيها ذكريات راح تلامس راح تلامس الشعب أنا متأكد يعني حق كل وحلو أنكم تستذكرون هذه الذكريات مع الجلي اللي ما عاش هذه الفترة ومرح هذه الأماكن طبعا نقل لا بيرلاوين مش كذير لحنا كنا بسيطين نحن كنا فترة ذهبية وكل فترة ذهبية وبسيطة وجميلة والكويت دائما برونق ذهبي سوال أمس 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 أو قبل سنة أو عشر سنة في كل حالاتها أكيد فلازم يشوفون هذا نحن ترى نحن سباقين يعني في كل شي صحيح فحاولنا اليوم نوصل حق الجيل أهمية اليوم دورهم في بناء مستقبل لكويت في التحول اللي قاعد يصير اليوم فيه نهضة عمرانية وايد كبيرة صحيح حول نحن إن شاء الله قدها وإحنا واثقين وكلنا أمل في وطننا أنه يكون سباق وواقف إن شاء الله يا رب اليوم في فيديو بنشوف معك أو الحين راح نتنقلق عليه تمام نسمع معك نعم ترجمة نانسي عبالج لا ترجمة نانسي لا ترجمة نانسي عين 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 تركب عيني بقا عيني بقا عين عبالج يلا صح صحيح نبيتش بعرض الاخير يلا صح صحيح اموتك لبعض عادة شهورة عادة عاصمة عاصمة عادة عاصمة الشيطان ممتعة كواليس عادة من الكواليس يمكن وايد قاعد نسمع عين وعين وعبد الله ما دري يستفز أحد لا أدري قصدها على أحد وشوفوا لغم التعب شوفوا ما كانت حلوة وكل قيب حيك وكل مستانس لأنها تداولت عين وعين وسبع عروض إذا أنتم خايفين من العين سبع عروض مبالغ فيها باليوم يعني فنانينكم مساكين راحوا كسرت ريلها مادر رضت ما يصار فيها ما تشوف شر إن شاء الله ما تشوف شر يعني هذه يمكن نقول إصابة عمل وممكن تصير لو كان عندنا عرض واحد ممكن تصير إصابة عمل والجهد اللي بعبد الله أبو شهري ينوجه لها تحية أكيد وشجون أكيد يمكن أنا قبل أن نبلش للغاية نسألتوني قلتوني أنت مريب قلت لكم أي الآن نمر في فترة السفري تغيير الجو لكل مريب غيرنا من المسارح يمكن عندهم ما عندهم هذا الكم من العروض صح ونفس الشي يعني نفس الموضوع نحن الجو الجو فجأة تغير نحن اليوم أنا أمس طالع البحر شمس والجو شحاته اليوم يتبطلع البحر ولا غيم ومطر إذن مو سبب سبع عروض لا لا أبدا يعني بإمكان الممثل أن يأدي سبع عروض وهو مرتاح ما عندها مشكلة أكيد ونحن نلتزم بالوقت ترى وقع نبلش عروضنا والعرض المسارحي ترى مدتها ساعة وعشر دقاي ممكن والبريكات بينهم في وقت طبعا في وقت وقع نبلش تايم بعدين الساعة وعشر ما هو موثل واحد شايلها عدة موثلين فهو راح يطلع في دور معين ويرتاح بلاي باك المسارحية بالأخير المسارحية بلاي باك أنا ما أشوف أن أكيد كل عمل فيه جهد فيه جهد 100% لكن مو هذا الجهد المستحيل والجهد اللي ممكن يهلك الممثل بالعكس فنانين ترى مستمتعين ومستانسين ولودودهم نعرض أكثر من شرية لو بإمكاننا نفتح عروض أكثر والبلاي باكتر يساعد بعد يوفر جهد على الممثل وعندك تايم محسوب لا يزيد ولا فيه تعب الذهن أن يحفظ الناس ويبدأ يقول كل مرة صحيح طيب ما شاء الله أكبر تجمع فني مسرحي وقلت لك منقينهم ما شاء الله نقوى يعني الفنانين كلهم وجههم تحية مبدعين ومتميزين ونجوم فشون قدرت تتركب الأدوار عليهم والله نحن في البداية أنا واخوي شملان نصار نخرج من الصحية وجه لها تحية قاعدنا نفكر بالكاست نبي تجمع اسم صنف الكويت لازم يكون في هذا التجمع لليوم الجمهور شافة فطرحنا أسامي كلمنا ناس ناس اعتدرت ناس وافقت بالأخير رسينا على هذا الكاست النخبوي أنا أسميه الكاست اليوم اللي قدر يكسب الرهان وقدر ينجح أكيد وبعد ما اختلنا الكاست قاعدنا نفصل النص ونكتبه بحيث على الشخصيات كان مكتوب النص وردينا كتبناه كتبته مرة ثانية على عدد الأشخاص اللي 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 بصراحة في بعض المؤثلين طلبت منه الانضمام لكم تحرج من مجموعة معينة قالك والله أنا تبع مجموعة خاف أن يقولون فلان وراح مع فلان وكذا ولا ما فيها شي أنا ما يعني الأمانة هذا المنتج هو اللي ما وصل لك خبر أن والله اعتذر لأنه مو قروب لا واعتقد نحن كل اللي كلمناهم وافقوا وأتوقع حتى الأسامي الموجودة ما هم قروبات من الأساس كأنه صحيح كل واحد يمكن اتنين مع بعض تحسنهم مقراب بس مفرقين بشكل عام إلى بالعكس لقين الترحيل المنتج هذا ذكي ذكي جدا يعرف وين يروح أساساً يقدر يكتر يعني صح يستطلب الناس برافو علينا يمع كل هلك صحيح صحيح أكيد خشوف الفيديو هذا ونبي تعليقك عليه يلا الله يسمي الفيديو يعني جاسم الجلاه أخصه بالاسم 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 هذا الإنسان سوى معي كذا حركة كذا حركة من تشذ من لف ودوران أي تصوير أكتشف شيء أروح هناك أكتشف شيء ثاني يا جماعة أنا أحب أحترمكم عشان أنتم تحترموني لما قدم شيء حلو يعني تقولون إيه ليالي قدم شيء حلو بس حاب أعتذر أقول لكم أنا حيل أسفة ومن قلبي حيل زعلان أنه يمكن بعيد الفطر ما أكون مازل لك حرية التعليق والله أخوي دكتور طالب أنا لو كنت بعلق على هذا هذا الموضوع كان علقت عليه في وقتها لأن أنت عارف اليوم الناس تدور لدوارك أن يكون فيه مثل موضوع مثل هالموضوع أستغل أن أنا أستغل أن أنا انتشر أستغل أن يكون اسمي كل مكان لكن أنا للأمانة لا أسعى لهذا شيء اليوم أنا عندي شيء أهم اللي هو صنع في الكويت هو الأهم أن أنا مركز عليه وأنا لا يبترى إذا تلاحظ أنا لا عندي فيديو ذكرت به أحد أو هاجمت به أحد أنا إذا تكلمت فتكلمت عن صنع في الكويت أنت تكلمت عن صورة صنع في الكويت جدام الجمهور وإذا أتكلم عن هالموضوع راح ممكن أنصح أنصح يعني هي بالخير لختنا وزميلتنا ولينا أيام حلوة أنا أنصح يعني أن لا تخسر الناس التي حواليها اليوم أنت قادر تصلحين كل شيء لا يوجد شيء ما يتصلح لا تخسرين هذه القروب لا تخسرين هذه الناس التي تحبتك لا يكون أي كان إذا كان في موقف يؤثر على علاقتك مع زملائك زملائك يحبونك وإنت نجمة وإسم مهم ولو ما كنت إسم مهم نحن اليوم ما ما كلمناش معنا في العمل فإذا أنا قلت لك بتكلم فأنا بنصح لا أكثر بس ما عندي الأمانة طيب ليش ما عدرتوها لما تعبت يعني هي حسب ما احنا سمعنا اليوم نسبع بعد بالسوشال ميديا أن تعبت في عرض وما حضرت هذا العرض فقالوا لها أن تفضلي استريحي بالبيت وأمس يعني الفنانة أيضا بسبب ريول تغيبت عن أحد العروض فهنا الناس تقارن تعقبا على هذا الكلام أنا طبعا مؤلف وحضر حضر العروض كان في سبع عروض أعتقد يومها عندنا في العرض السادس طبعا العروض كلها مبيوعة من فترة والشباك مفتوح من فترة وإيبنتات يعني كل بيش في هذا العدد من العروض أكيد يعني إذا كان ما فوى العرض الناس كان موجود في العرن حق الناس كنت قاع طالع العرض بالفصل الثاني كان فيه لوحة مفتوح الفنانة تطلع في هذه اللوحة ما كان في أحد في هذه اللوحة والجمود كان حاضر للعرض كامل العدد العرض اللي وراء يعني غادرت المسرح بدون لا تبلغ أي شخص لا أنا ما أعلم أنا كمشاهد كمشاهد أنا كمشاهد قاعد في الصالة كان فيه لوحة ما طلعت فيها ما كانت موجودة والعرض اللي وراء خذت كوثر دور الدور بس بصوت ليالي هو أكيد لأن هذا موقف صار حزك وسجلوا خالص الصوت لا لا تم عادة تسجيل ونحن العروض بصوت كوثر بس هذا اللي صار يومها أجل ونحن ما هو الإدارة قالت شنو ما صار هذا بينهم للأمان أنا ما عندي علم فيه بس ما قالوا فيه مفروض فيه بيان بينزل أو أعتقدهم إنك حنق يحلون الأمور ما ينزل هذا البيان بس أنا قلت لك هذا اللي صار أنا كنت فيه أحد الخضور إذن قد تكون فيه أمور غامضة أكيد أكيد أنا متأكد أكيد في أمور إحنا ما ما نعرفها واليوم التسع عروض وصلت لي تسع عروض باليوم لا سبع عروض يعني أنتوا اليوم اليوم ككاتب وأيضا أنت لما تختلط مع طاقم العمل والفنانين أنتوا قادرين وأننا سبع عروض غير متعبة ما كشي غير متعب هذا بالأخير عمل يعني أنتوا ما حسبت تحساب فنان يتعب فنان يتعور مثل ما صار بالعكس لو كان في فنان مثلا حين على مصابر مثل ما حصل لا تقوم بالسلام بالعكس مقدرين وأكيد هذا تحصل في أي عمل يعني وإحنا مقدرين يعني كان صار نفس ما صار أكيد فيه أمور ثانية لا تحكمون عليها أكيد فيه أشياء أحنا ما نحكم أحنا نبين الموضوع أنا أقول صدقيني أن فيه أشياء ممكن ممكن هم عندهم الحق هم متحفظين أنا يعني ما أقدر ما يصدت تكلم باللسان أتكلم باللسان أحد أكيد يعني قلت لك قلت لك وإذا بأتكلم اليوم على أي موضوع صار أنا عندي نجاح مهم يحمل اسم الكويت وهو الأهم وهو شغلي الشاغل وهو كل فيديو أنا طلاحتي كانت كلمت فيه أنا أقعد أتكلم عن هذه المسرحية يحمل اسم مهم واسم وغالي علينا كلنا الأمار طبيعي بالضبط يمكن أيضا من اليوم الأشياء التي تكدر الخاطئ نحن لا نكدر خاطئ لكن أنت اليوم واجب عليك أنك ترد على بعض الاستفسارات وغيرها فيه ناس وائب طبعا ونسبة كبيرة يعني أيدها ونجاحها للمسرحية وفيه ناس يقولون نحن دلشينا طلعنا ما استفدنا بس أغاني بس استعراض اللحم ومفهومة شو نترد عليهم طبيعي هذا يصير لنا العمل العمل اليوم غنائي وما شاء الله ما شاء الله إحنا عندنا يعني أنا ما حسب الحسبة كم شخص حضر لليوم إذا إحنا قنا نتكلم عن 52 عرض في 1200 يعني إحنا قنا نتكلم عن أكثر من عدد كبير عدد كبير أكثر من 50 ألف أو 60 ألف متفضلت جيني فطبيعي تطلع ناس تكون فيه ناس ما تحب المسرح غنائي وبالعكس نحن بالكويت عندنا الجمهور اللي يحب العمل الغنائي هم الشريحة الأكبر هم الشريحة هي فرحة يعني العرض عبارة عن بهجة عبارة عن فرحة فيه قصة فيه تسلسل أحداث فيه رسائل وائد مهمة في المسرحية وأعتقد يعني إذا نزل العمل بعد فترة في في اليوتيوب وفي المواقع رح يتبت الأغنية كانت فكرة منه أن نسوي هذه الأغنية بهذه الطريقة هو أكيد أخوي عبد السلام محمد يعني نحن قلنا له عندنا مسرحية وشرحنا له شنوحنا نبي وين نبطلوح عبد السلام ترى يعني أول مرة يلحن مسرحية الطفل وأخوي طلال العيدان موزع يعني ما عليه كلام من الموزعين المهمين والأسامي المهمة عندنا عندنا في الكويت هذا التعاون اليوم طلع لنا هذا العمل الذي وصلنا فيه الحمد لله يا رب يمكن دخلنا كل بيت اليوم صنع في الكويت وين ما تدوح تجدها موجودة صحيح صحيح مسرحية أنه ما في فكرة الفكرة أنه ما في فكرة يعني منو اللي سرق منو اللي احترق منو اللي انتحر منو كادي دي باختصار اللي يعارف يخبرني بليز بلاس ويد ستوف والمسرح صغير فشي عجئة يعني حسيت أنه كلهم متكاودين عدال بعض ونحن مو قادرين نركز على أحد معين بعض الموثلين ما حسيت أنه فيهم طاقة يبين أنهم سوين ويد وعروض فشي يعني من هد حيلهم فكان الوضع تشي اللي عنا تقولون ما سوينا لكم مسرحية حرفيا أوكي نيحا قل اللي عيابني اللي عيابني حماس الجمهور الجمهور تشي اللي والله نحن ندافعين وبنستانس اللي حبيته في العرض إنه بين لقطة ولقطة ما في قاب يعني ما في تشي اللي لحظة صمت اللي وين راح والمثلين لا موجودين خلصت هاللقطة حبيت التسلسل يعني على هالبارت أهنيكم حبيت السطف اللي يابينا هو هذا اللي يرقص حسيت فيهم شغف حتى على الممثلين أهنيهم على هاللقطة تقييمي لمسا زي خلوني أنا أبلش أبي أداثة شوي أنا بعد بضل أنا بعد بضل خلي أشارك برد هي اليوم شوي في كلامة تناقض تقول فكرة ما في فكرة وتقول ردة فعل الجمهور كانت توايد إيجابية وحلوة أنا لو أسمع أقول شلون الجمهور متفاعل بهذا الشكل إذا ما كانت هناك فكرة قاعد تجذبهم صح أيضا هي تطرقت الأمانة ذكرت إيجابية وهذه ترى مهمة جدا نحن العالمية ترى نفهمها لقاء سريع ما في قابات ما في وكفات ما الهداعي عشان طفل ما يمل الشي يتخل على شي وهذه هي أشادت فيه اليوم تقول أنها سبع عروض هي قالت أنها سبع عروض كأنها وايد كأنها إرهاق على الممثلين أنا الأمانة ما أدري قد تكون هي صادقة في هذا الموضوع أنها شافت إرهاق على الممثلين اليوم نبي الرد منك بعدين كيديدي تقول ما هي كيديدي هذا يعني هذا دليل الفيديو يعني أن اليوم جزء مهم في السياحة في ناس قاعد تتعنى من كل دول الخليج صح أهلنا وحبايبنا قاعدنا لكويت عشان يحضرون مسرحنا وأنا شفت بيديوات وايد في مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم أن اليوم الكويت برودوي برودوي الخليج نحن نيه كل سنة ونحرص نيه كل سنة نشوف مصرحيات الكويت ومصرحياتهم وايد حلوة ومصرحياتهم اليوم أنا أقول لك نشوف بالصالة كمية لو عفي علي ترى متعني ويعني ويعني وهذا يعني وهذا يسير كل سنة بس اليوم القصة شوية القصة وايد لوكل محلية هي من الأساس مو عارفة منه كيديدي فعشان شذي هي والقصة كلها تتكلم صنعة في الكويت تتكلم عن كيديدي كلها عن كيديدي ما في أكثر تتكلم عن مصنع كيديدي وهو مصنع كيديدي ومزعين أنتو برغت وزعنا برد ها زين وزعنا بسيقاتلي أنا ماتي منه كيديدي في كل الفيديو فيعني بالأخير هذه أرائي يعني رائي يحترم كل عمل ناجح لازم شوية يقذف ويحبطونا ولكن النجاح يرد عليهم وليس لازم الألسنائي اللي ترد أكيد طبيعي وفيه رد بعد حلو كورال سحر الشرق كانت مفاجأة يومها يا روان تغنى وفيها أنا ما توقعت الصراحة يعني هم اختياراتهم دائما موفقة فلما اختاروا وصنعتها في الكويت عرفت أن تبارك رحمن هذه الغنية فعلا مكسرة الدنيا خلالشوفها يلا موسيقى 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 جميلة الفرحة جميلة الفرحة أذكر عبدالله كان وصول الفيديو قبلنا عبدالله عبدالطوضة منتج المسرحية وجهها تحية شاي قل تعالوا برايكم شيء باصلني ورح يعجبكم ولا تردت فعلنا لما شاق الأغنية جدامنا وكانت على السماعات شابكها على السماعات فكان صوت عالي في بهجة بهجة حلوة الفرحة حلوة الآن ترى بالقربات عندنا إذا صار شيء نقاش خاصة مباريات وشذي يدزونا ما نسألوك حلوة وصلت كل مكان في مباريات في مباريات في قطر وفي وائد أماكن وائد أماكن يعني نجاح جميل ونجاح لا لا مانا حلوة صح محسوس يعني احنا أنا قلت لك اليوم أنا وائد فخور بهذا النجاح ووايد سعيد بهذا النجاح وإن شاء الله نحن هذه مسؤولية كبيرة نحن السياية صح لازم نكون شيء أفضل أبتب ويا رب نقدر نرد هذا المجاح السياية على طاري الأعلانات والأغنية الأعلان في السنة تقول أن أنتوا قاعدين في رد بينكم وبين أحد المسرحيات هذا يقول وأنتوا تردون فأنتوا لو قلتوا ما نصالف إحنا وايد كأنكم قصيتوا الحبل من عرجة لا 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 فهذا الحدي لا 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 هذا المسرحيات هو نوع من أنواع التسويق يمكن الجمهور يفهمها تسويق لكن ذكاء بالعقس 100% لكن لا نسأل نحن أحدث في المسرحية وحدث من ضمن أحداث أنتوا سويتوا كم أغنية وهذه التي ضربت كم أعلان نحن أعلان أعلان الأول كان أهداء للعيد الوطني الكويتي كان أهداء ما كان أعلان مسرحية كان اسمها صنع في الكويت العيد الوطني نحن نزلها بالضبط وهذا كان الأعلان الرسمي للمسرحية حزبنا نعلان بل إن صار أعلان ثاني مع دخول الفنان عليه نحن أعلان أول قبل أن نفتح شباك بمدة طويلة ما كان هناك شباك ولا قلنا في مسرحية ولا أعلاننا عن مسرح لا الأمانة نحن رأينا متأخر لا لا أنا كان عندنا عمل صنع في الكويت أكيد أختياراتكم الأمانة كلها ذكية صحيح يعني صنع حتى صنع في الكويت هذا السلوغن أو هذه الجملة هي معروفة يعني وين ما نشوفها صنع في الكويت فأنتوا ما يبتوا حتى شيء أن يديد علينا لأن تبونا نحفظها طبيعي لا يوجد أحد لا يوجد أسم المسرحية صحيح صحيح من أول ما أسمع ما هي اللوحات التي سويتها؟ اللوحات المسرحية اللوحات المسرحية فيها 23 اللوحة آآ 23 إن شاء الله أكثر بعد أكثر 23 هنا لدينا لوحة يهال صغار لديهم درس يتكلم عن ما تعرف عن الكويت فكل يهال يقول له معلومة ما يعرف ما عنده معلومات من الكويت هناك أشياء في المسرحية مهمة تصل اليوم واللوحات مرتبطة بعض أو كل لوحة من فصلة قصة أحداث متسلسلة لين تنتهي المسرحية من البداية لين تنتهي تبدأ القصة في الطفلين وصلهم كرتون بدلة كيديدي ففتحوا الكرتون هذا عند أبوهم اللي عنده صالة في ستايل التسعينات والثمانيات لأنه يحب هذه الفترة ومتعلق فيها فمسوي له هذا المكان لا يريد أن يخرج مننا فأسأله أبوهم ما يعني كيديدي فيقول لهم ذكرياتنا بس لا يوجد قصة فيقول لهم كل الذكريات قصة وهنا يتبلش يصد الأبو صراحة كيديدي 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 رسمي رسمي وسميتم بعد على حد علمي سميت الشخصيات بأسامي صحيح صحيح ترى المسرحية مكتوبة قبل أن نأخذ سبونسور فأنا كان ودي أسوي هذا العمل وسعينا أن نحن نأخذ سبونسور من كيديدي وكيديدي رحبوا للأمانة وكانوا متعاونين وكانوا داعمين وكانوا يبون هذا العمل يرى النور يبون هذا العمل لأن الفترة الأخيرة كيديدي أبهرون في دعاياتهم دعاياتهم جميلة تفاعلهم مع الجمهور بدأوا يدخلون لأن في فترة الأمانة كيديدي أصل طبعا كيديدي تربينا عليه وقدرنا عليه من اللبن هذا الزيتي ونحن صغار فاليوم عودت كيديدي من خلال المسرح ترى خطوة خطوة جميلة وأنا لاحظت شغلة ترى كيديدي إدارة كيديدي ذكية جدا في اختياراتها خلال اجتماعاتنا معاهم ترى قعدنا اجتماعات طويلة أكثر من أربع أو خمس مرات قعدنا مع الإدارة وشنو بنقول وشنو بنوصر وشنو بتتكلمون وقرروا النص تناقشتوا مع الإدارة بشكل دقيق 100% بالتفاصيل بالتفاصيل المملف للعمل حتى حتى هم طلبوا يشوفون المكان العرب وشنو بيجهزون وشنو بيسوون فيه وشلون يخلون تجربة هذه تجربة استثنائية حق الجمهور اللي بيحضر وهم ما وافقوا لما شافوا كل شيء الصالة ترى أبداً في الكويت الصالة وحيدة لديها برد لماذا؟ لأن الصالة حديثة أول مرة لكي يضعون البرد لا لأنك كنت أقول سولف لنا عن الإخراج والله أكيد الإخراج هو اللي يكمل الصورة اليوم إذا ما فيه مخرج قائد مخرج عنده رؤية ومخرج متمكن عمرا ما ينجح والنصار ترى ذكي في هذه الاختيارات جداً شملان إنسان ذكي في حتى اختياراته اختياراته وين أروح السنة هذه مع من أشتغل من وين نبلش نقول لكنا بلشنا اثنائتنا بروحنا مؤلف ومخرج عندنا مشروع سعينا فيه لين اليوم طلع بهذه الصورة حتى يعني رحنا أكثر حق أكثر من شركة يعني فكرنا بأكثر من شركة وين أروح منه نختار اخترنا عبدالله لأن عبدالله عنده عنده عوامل نجاح مهمة تساعدنا في هذا العمل يعني فتم الاختيار بيني وبين شملان نحن نتجي حق عبدالله عبداللضاي وهو الأمانة استقبلنا أحسن استقبال ورحب وحط إيدنا بيدنا وليوم لو ما كونتوا فريق قوي يعني اليوم لو ما نحن نحطين إيدنا بيد بعض ما طلعنا في هذا الفريق قوي وأكيد طبعا لا أنسى نجمة الجيل ونجمتنا وبنتنا وفنانتنا شجون هاجلي أنا كنت أصبكني لأن أنا بشكر رجوعها على المسرح بهذه بالفايب الحلو بالنشاط بالتبارك رحمان حتى بالسوشال ميديا قاعدت تتكلم عن العمل بشكل وايد حلو وهي اللي راحبك وكل قاعد يشيد حتى بيتواجدها اليوم على المسرح اليوم الطفل والمراهقين فقدوا وطلت شجون فأنا أوجه لشتحية كبيرة أن رجعت على المسرح بردة قوية بنجومية عالية وأكيد ما ننسى باجي النجوم أنتوا كونتوا كوكبة من النجوم ما شاء الله يعني الواحد ما يدع شون من يمداح من يخلي يعني من الفنان عبد الله بو شهري إلى الفنان علي كاكولي إلى الفنان روان إلى عبد الله عبد الرضا أيضا مع حفظ الألقاب يعني أسامي كثيرا خاف أنسى أحد يعني والله من بعد الله فمشكورين على هالتكوين الحلوة من النجوم وهالاستعراض وهالإخراج وهالكتابة الحلوة ولا الموسيقى يعني قلت لك أنا قبل شوي كل شيء كان حلو الحمد لله يا رب اليوم أنا أتوقع أن المشاهدين يجبونكم تكونون قروب راح إن شاء الله بإذن الله أنا أقول يعني من بعد الله لو ما شجون اليوم يمكن هذا العمل ما شاف النور هي اللي تبنت العمل هي أول إنسانة قالت تعالوا وأنا اللي وجدت هذا عاجبني وأنا أبي ويلا ويحنا اليوم يمكن الأقدار أجمعتنا عشان نسوي هذا العمل قامت بالعمل أحنا نقول للأمانة أي للأمانة أوجي لها تحية وشكرا على ثقتك شجون وإن شاء الله يا رب هذا مؤخر تعاون وجدامنا بإذن الله نجاحات كبيرة تنطرنا وإحنا قادرين دامنا نشتغل في هذه الحب وقع نعطي كل ما عندنا فإن شاء الله يا رب إحنا قادرين وبالأخير هذا يصب ونعاد بالفايدة يعود على مسرحنا هنا في الكويت المؤلف والكاتب الشعب اللي خنقول طموح ووصل إلى نجومية في هذه الفترة نتمنى لك إن شاء الله جاسم الجلاحمة بالقادم يكون أجمل إن شاء الله سلام سلام بتقدمون مثل هذه الأعمال الأمانة مسرحنا بحاجة إلى مثل هذه الأفكار مسرحنا بحاجة إلى مثل هذه الفلسفة الحديثة في المسرح لأنه الآن ترى الطفل ما عجب أي شيء طبعا حتى الكبار قاموا ما يعجبون ما يشي لأننا قمنا نشوف العالمية وين وصلها فنحن نبي على الأقل يكون هذا طريجنا كل الشكر على وجودك اليوم وضعت مثل ما يقولون نقاط على الحروف وشوية نوعا ما ضغطنا عليك لكن أنت نمونا عليك يعطيكم العافية ومشكورين وكان اللقاء ممتع للأمانة وما حسيت بالوقت خلاص الوقت والله مرضو بسرعة ووقت جميل وشكرا على دعمكم للشباب وشكرا لدعمكم لنا وشكرا لتصليطوا الضوء اليوم على عملنا يعطيكم ألف حافية تستاهلون عمل جميل وجودك اليوم معنا أجمل وردودك على جميع الأسئلة والشائعات والأمور التي سألناك فيها ليس من باب أن نضيق خلقك بسؤال نحن من باب أن نوضح حق السادة المشاهدين والمتابعين حقيقة أي شيء يصير في السوشال مادية وهذه ضريبة النجاح هذا حق نستمرين دكتور وعندنا فقرة سارة فقرة حلوة يقولون أننا قاعدين شارة سنستعرض معكم كل المقدمات الغنائية التي يحبها قلبكم تابعونا